أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضت الرافعة إذا مجت الأرض رجى وبستت الجبا يبتا فكانت هباء منبثا وكنتم أسواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابق من السابق أولئك المقربون في جن جنات النعيم كلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يقوف عليهم من دادا مضلدون بأكواب وأباريخ وكأثم من معين لا يفدعون عنها ولا ينذفون وفاكهة مما يتخيضون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأفال النقل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يزمعون فيها لورا ولا تأذيما إلا خيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في تدر محضود وفنح من مضود وظل ممدود وماء مسبوب وفاكهة كثيرة لا مقبوعة ولا مموعة وفوش مرتوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتنا من الأولين وثلتنا من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثمون وحميم وظلين من يحبون لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مكرفين وكانوا مصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا مرنا وكنا تراما وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زبون فمالئون منها الرؤون فشاربون عليه من الحميد فشاربون شغب الهين هذا نذنهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تغنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمثوقين على أن نبثل أنثالكم وننشئكم فيما لا تعبعون أفرأيتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تذررونه أم نحن الزارعون لو نشاء أجعلناه لقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محمولون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن منزلون لو نشاء أجعلناه أجاجا فلولا تشكون أفرأيتم النار التي تطورون أأنتم أنشأتا شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكرون لا يمثه إلا المطهرون فانزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رفكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنقرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تمطرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة معين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حليم وتضيط جحيم إن هذا له بحق اليقين فسبحك لربك العظيم